طوبة للرحماء لأنهم يرحمون مثل ما ذكرت أحبائي لما إحنا منختبر رحمة الله هذه المحبة بتظهر منا للآخرين والكتاب المقدس مليء بالأمثلة في إنجيل متى إصحاح 18 الرب يسوع بيتكلم عن الغفران الغير محدود وإنه مش 77 مرة وبعدين بيدرب مثل العبد كان عنده عبد ومديون بعشر تلاف وزني يعني مبلغ هائل جدا ففي وقت المحاسبة طلب لكن العبد ابتدأ يسترحم السيد دخيلك أصبر علي شوية فالسيد مكتوب عنه إنه تحنن وترك له كل الدين العشر تلاف وزني يعني مبلغ بالملايين وهو طالع من عند السيد شاف عبد آخر بيشتغل عنده وهذا العبد الآخر مديون له بس بمئة دينار فطالبوا بالفلوس فابتدأ العبد الآخر يسترحم هذا العبد دخيلك أصبر عليه بس أخذ القبضة أنا بتفعلك بس أددلك الدين تبعك مردش عليه مسك في خنائه وأخده للسجن لما شافوا الرفقاء العبيد شو اللي صار خبروا السيد السيد نادى هذا العبد وبعدين اتكلم معاه فقال له أنا رحمتك وأنا شفقت عليك وأنا تركت لك الدين كله بالملايين وسامحتك فما كان ينبغي أن ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا المفروض أنا سامحتك بالكتير طب أنت سامحوا بيه بالقليل مكتوب الراحم فبسرور المكافأة حبائي ينال الرحمة تعرفوا نعمة الله هي كمان ممدودة بالرحمة كل إنسان بيستاهل الرحمة ما في أي إنسان تقول ما بيستاهلش كل إنسان بيستحق النعمة لأنه أصلا لو أنا بستحق بطلت نعمة لأن النعمة هي عطية الله بغض النظر محبة غير مشروطة رحمة غير محدودة يده ممدودة للإنسان المحتاج بعدلناش الخطايا محبته غير محدودة يعني يغفر بلا حدود لأنه رحمته غير محدودة تعرفوا في الديانات الشرقية في هذه البلاد وحولنا يعني الله رحيم بيستخدمه الرحمة لكن ما هو نوع الرحمة اللي بيتكلموا عنها لما في قتل وفي دبح ولما في إهانة ولما في تحقير وأي صفة إحنا عم نعكس صفة الله ورحمة الله من خلال هذا الأمر تعرف حبائي في الكتاب المقدس بيتكلم عن الرحمة جعلت موسى يتوسل يترجى الله لأجل مريم أخته اللي هي أهانته اللي هي اتزمرت وذمت موسى فطلب من الله أنه يغفر ويرحم أخته مريم التي ضربت بالبرس الرحمة أحبائي جعلت يوسف أنه يغفر ويسامح لإخته لكن لاحظ الكلام لما استرحمهم لم يشفقوا يعني كان ممكن يرد بالمثل لكن كان ناضج كان مليان رحمة كان مليان بحضور الله سامح إخوته وقال أنا أعولكم واهتم بإخوته تعرف حبائي معاملات نعمة الله اللي بتعمل الأمور التي لا نستحقها كل واحد بستاهل الرحمة ولا لا ارحم عشان ترحم ما تقول إن هذا الشخص كل واحد فينا بطالب الرحمة الله يعاملنا كما نعامل الآخرين الرحيم هو الذي يهتم بالآخرين يهتم باحتياجات الآخرين الذي يمد يد الرحمة وقلب الرحمة تجاه الآخرين وأعظم مثل أحبائي منشوفه في الكتاب المقدس المثل أو القصة اللي ذكرها الرب يسوع اللي منسميها السامرة الصالح في واحد كان نازل من أورشاليم إلى أريحة وطبعاً جاءوا لصوص وتعرضوا له تركوا ضربوا طبعاً وعروا جرحوا تركوا بين حي وميت مروا رجال دين من لاوي وكاهن لكن ما عملوش أي شيء بالنهاية مر واحد سامري عالجوا بالزيت وبالخمر طهر له جروحه أركبوا على الدابة وأخدوا إلى الفندق ودفع الأجار وقال يعني انفق عليه يعني شو بكلف أنا مستعدة أدفع فلما سأل يسوع معلم الشريعة قال للذي صنع معه الرحمة قال افعل هذا أحبائي الرب يشوف القلب يشوف النية ويشوف الدوافع ما أجمل القلب الطيب وما أجمل القلب المليان رحمة بصلي أنه الرب يملأك رحم اليوم وفعلاً نعكس هالرحمة على الآخرين